التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سيناء البردويل بهدف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفخرة إلى 11 طن سنويا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة والتي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويا وزيادة عدد السفن العابرة لحوالي 70 سفينة يوميا وهو ما سهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية كما لفت رئيس الهيئة إلى مساهمة القناة الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة لتنفيذ استراتيجيات تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام أيضا بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة خاصة الفئات الأكثر احتياجا وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية وتم التأكيد على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة بزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى المساعدات الأخرى قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي إن بلاده تحملت الكثير على مدار تسعة أشهر ماضية مشددا على أن روسيا لم تجد طريقة لكسر أوكرانيا وشعبها وخلال كلمة ألقاها للأوكرانيين اتهم زلنيسكي موسكو بقصف مدينة خريسون بجنوب أوكرانيا والتي تخلت عنها في وقت سابق من هذا الشهر حيث قالت السلطات المحلية إن سبعة قتلوا وأصب واحد وعشرون في الهجوم ولفت أيضا زلنيسكي إلى استمرار وجود مشاكل في إمدادات المياه بخمسة عشر منطقة في الوقت الذي يتم فيه استعادة الكهرباء والتدفئة والاتصالات والمياه تدريجيا حذرت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتنية ومنطقة البحر الكاربي من أن الفقر المطقع في المنطقة سيطل على الأرجح 82 مليون شخص في زيادة مدفوعة ببطء تعافي من جائحة كورونا وارتفاع التضخم ويمثل الراكم الذي أعلنته المفوضية نحو 13.1% من سكان المنطقة وقالت الهيئة الأممية أن أرقام الفقر المطقع تشكل نكسة للمنطقة تعيدها ربع قرن إلى الوراء وفي أكتوبر الماضي توقعت الوكالة نموا بنسبة تفوق التوقعات عند 3.2% في المنطقة لكن هذا النمو يتوقع أن ينخفض بمقدار النصف في العام 2023 مع نمو متوقع عند 1.2% أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 32.943 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 3.103 إصابات مصحوبة بأعراض وبهذا يصل إجمالي الإصابات في بار الصين الرئيسي إلى 3.649 هذا ولم تسجل الصين أي وفاة جديدة لإبقاء إجمالي الوفيات ثابتا عند 5.232 حالة استهل منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس العالم بتحقيق الفوز على منتخب سربيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أستاذ لوسيل وذلك في إطار مباراة الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022 سجل هدفي البرازيل اللاعب ريتشالي سون في الدقيقة 62.73 بهذا الفوز تصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وذلك بعد أن حقق الفوز على الكاميرون بهدف نظيف وتزيل منتخب سربيا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث نهاية موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يوم بصر بعد البصر ترجمة نانسي قنقر